اشتركوا في القناة لبرج الجوزاء طبعا هو الآن موجود في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء طبعا القمر زي ما حكينا أنه ساعة 9 و15 دقيقة من مساء الليلة ثلاثاء على الأربعاء رح ينتقل برضو من منزلة الدبران لمنزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم لأسحار الأعمال الأورام وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد وبما أن القمر موجود من الآن لغاية ساعات ما بعد الظهر في برج الثور معناته منظل أنه عنا شعور بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا مادياً وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج إدخار يوم بالفترة هذه طبعاً الاهتمام بالعقارات استئجار بيع صيانة شغلات من هذا القبيل وقضى وقت ممتع بالبيت بمشاهد التلفاز أو مناسبة عائلية بالنسبة للزوايا البطيئة طبعاً اليوم في عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين نبتون وهي تأثيراتها من اليوم 9-11 لغاية يوم 12-11 ضروتها يوم 10-11 ساعة 12-21 دقيقة ظهراً بتوقيت جرينيج هذه زاوية بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وهي تأثيراتها لغاية يوم 14-11 وعادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين عطارد وبين زحل وهي تأثيراتها لغاية يوم 11-11 طبعاً بتصيبنا حالي من التشتت الفكري وعدم التركيز وهذا الشيء بيصعب علينا إيجاد حلول لبعض المسائل كما أنه هاي الفترة بتجعلنا عندنا نوع من أنواع العصبية والمزاجية وبنرتكب الأخطاء والتهور وهذا وقت غير صالح للشراكات وما لازم نعتمد على الحدث في هاي الفترة بدل برضو دولياً على جدل سياسي قائم بين اليمين واليسار في بلد ماه وغالباً ما بتكون الكتابات السياسية مدعمة لليمين وممكن تشهد هاي الفترة احتجاجات ومظاهرات للحركات النقابية واحتمال وقوع تفجيرات أو زلازل وممكن تشهد هاي الفترة قمع للحريات خصوصاً حرية التعبير وممكن يتعرض بعض الرجال الصحافي أو الكتاب للمتابعات القضائية أو الاعتقال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين زحل وهي تأثيراتها لغاية اليوم آخر يوم لإلها وهي سبب انقطاع العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير رجعة وبعض المؤسسات المالية والأبنك أو البنوك بتعرف اضطراب في المداخل بسبب سوء التدبير والتبذير عشان هيك منقول إن الفترة هاي برضو لا تصلح لأي مضاربات مالية أو بورصة أو أسهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين زحل وهي تأثيراتها لغاية يوم 15-11 أي زاوية تخلق مصاعب عرقية لبتحتاج منها بذل جهد والتصميم والإرادة لتجاوزها وبتدل على تراجع اهتمام الحكومة بمؤسسات الدولة وتراجع المنتجات الفلاحية وقطاع التعدين والمناجم والصناعات الثقيلة واضطرابات في البورصة أيضا والأسهم وقلة اهتمام الحكومة بدور العجزة والمتقاعدين والفلاحين وعمال المناجم وبتضيق الخناق الأمني على الشعب ومؤهد الشيء ممكن يزيد نفوذ بعض المحافظين والتطرف والتعصب لدى بعض الجماعات أما بالنسبة لزاوية الأخيرة من الزوايا اللي تأثيراتها مستمرة هي زاوية تربيع سلبي منفصل بين زحل وبين أورانوس وتأثيراتها لغاية يوم 16-11 أي زاوية اللي بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوة حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بسك الحديد وبتدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبلش عنا الزوايا اللي تأثيراتها اليوم أو ذروتها اليوم أول زاوية هي زاوية التقابل السلبية بين عطارد وبين أورانوس وهاي طبعا اليوم ذروتها ساعة ثنتين وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هاي بتسبب بنا نوع من أنواع التعب والقلق والحذر والميل للكآبة وبتحد من خيالنا وبتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للإرهاق اللي بيضر بصحتنا وبتدل على انتقاد الصحف والجرائد لتراجع المردود في القطاع الفلاحي وأيضا صناعات الثقيلة والمؤسسات الدولة وممكن تشهد هاي الفترة إضربات واحتجاجات لتحسين أوضاع اليد العاملة في قطاع التعدين والمناجم وتحسين أوضاع المتقاعدين والشيوخ وممكن يتم الكشف عن بعض الحقائق التاريخية المغلوطة أو عن فساد في بعض مؤسسات الدولة أو المؤسسات المالية أو الأمن الوطني أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهي ذروتها ساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيرها طيلة المساء من الآن يعني من بعد منتصف الليل ولغاية ساعات المساء هاي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي أيضا زاوية بطيئة هي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين أورانوس وهي ذروتها اليوم الساعة ثمانية وستة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش فعشان هيك اليوم تشعروا أنه أو بالفترة هاي تشعروا أنه بعض الأشخاص بيتمردوا وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقب كما أنه بيتمرد بعض الأبناء على أهاليهم غالبا ما بتحدث بعض الثورات والانقلابات العسكرية والاغتيالات في مثل هاي الوضعية وبدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وبدل كذلك على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد أما بالنسبة للزاوية الأخيرة ما قبل بداية خلو المسار وهي زاوية التسديس الإيجابية اللي بين القمر وبين المشتري اللي تأثيراتها من ساعات الفجر ولغاية ساعات المساء طبعا ذروتها ساعة 11.59 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا لأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 11.59 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج ورح يستمر لغاية الساعة 31.36 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيج لا يستقر القمر في برج الجوزاء هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو قطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار القمر الساعة 31.36 دقيقة بعد الظهر بيكون خلص انتقل واستقر في برج الجوزاء فعشان هيك يعني ابتداء من هاي الساعة مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق والوعد أو كلمة وقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات بوسعنا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بخلال من ساعات ما بعد الظهر وأيضاً الأيام القادمة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعاً عنا العنق والحنجرة والحبال الصوتية والغد الدراقية واللوزتين وتفاحة آدم هدولاً من الآن ولغاية ساعات الظهر أما من ساعات ما بعد الظهر بيصير عنا الأعضاء الأكثر حساسية الكتفين والدراعين واليدين والجهاز التنفسي أنابيب الشعاب الهوائية والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي وأيضاً جهاز الحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل بالنسبة لهذا اليوم طبعاً يوصى ما عادي بإمكانكم إجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها ما في أي مشاكل وهذا اليوم يعني مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة إلا أنه شوي عليها بعض التحفظات ولكن يعتبر يوم مناسب يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج الجوزاء معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة داعش 11 رح يبدأ خلو المسار الساعة 10 و 27 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى بعد منتصف ليل اللي هو الجمعة على السبت يعني الساعة 12 و 22 دقيقة بعد منتصف الليل لا يستقر القمر بعدها في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل عمره 15 يوم في تمام الساعة 2 و 43 دقيقة عصراً بصير 14 يوم نسبة الإضاءة بتصير 97% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 هي الآن سعيدة بنسبة 45% في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة 70% أما القمر في الثور وبدو ينتقل للجوزاء ورح يضل في الجوزاء لغاية يوم 12-11 طبعاً هو الآن منتحس بنسبة 100% بسبب تأثيرات الخسوف في ساعات الظهر بتبلش تختفي أو تقل ضغوطات الخسوف مع انتقاله لبرج الجوزاء فبتنزل نسبة النحوس لـ 50% في ساعات المساء بتصير تقريباً منتحس بنسبة 15% وفي ساعات المساء المتأخرة بصير سعيد بنسبة 5% يعني ينتهي تأثير الخسوف في ساعات مساء يوم الأربعاء أما بالنسبة لعطارد في العقرب حتى يوم 17-11 والآن سعيد بنسبة 30% الزهرة في العقرب حتى يوم 16-11 منتحس الآن هو بنسبة 15% ولكن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% المريخ في الجوزاء بيتراجح حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجح حتى يوم 23-11 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورانس في الثورة بيتراجح حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا يوم بيحمل معاه فرص مالية ممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتكم وبإمكانكم تعالجوا استحقام مالي ولكن بدكوا تنتبهوا من زيادة في المصاريف وصرف الأموال خلال ساعة من الآن ولغاية ساعة الظهر أما من ساعة ما بعد الظهر بتنشطوا في أمور الهلاقة بالتنقلات والدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر بداية مرحلة جديدة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة أو بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء تكونوا يعني إيجابيين وحاولوا أنكم تكونوا عصبيين وتتفهموا الآخرين وتبقوا هادئين برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبيعومكم النشاط خلال من الآن ولغاية ساعات الظهر بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة أو الدعموا من مركزكم الاجتماعي الأجواء جيدة على مستوى النشاط الذاتي ولكن من ساعات ما بعد الظهر بيصير اليوم هذا بيحمل معا فرص بتحمل فرص مالية أو مادية بتكون مفاجئة أو ممكن تدخل تحسين على ميزانيتكم وبتنشطوا بالحركة والتواصل والاتصالات بشكل كبير أجواء إيجابية وداعمة لإلكم ولكن بتحاولوا أنكم تقللوا من مصاريفكم برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب عشان هيك هاي فترة بتطلب منكم برضو من الآن ولغاية ساعات الظهيرة بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم بتظل الأجواء ضاغطة والنفسية متقلبة فعشان هيك بدكوا تضبطوا عصابكم لساعات الظهر من ساعات ما بعد الظهر بتصبح ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي طبعا القمر بمنه رح ينتقل عندك فمعناته طاقة إيجابية عالية جدا برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بدأت الضغوط لأن القمر بيقترب من بيت المتاعب ولكن ما زالت الأجواء بتحمل بعض اللقاءات ما بينكوا بين الأصدقاء من الآن لغاية الساعات الظهيرة وبإمكانكم التعاون معهم وممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته الأجواء جيدة وممكن تتوجه الكدعو إلى حضور حفل أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء الأصدقاء ولكن من ساعات الظهر القمر بيصير موجود في بيت المتاعب فتطلب منكم الفترة القادمة يعني عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وحاولوا أنكم تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم وأهم إشي أنكم ما تراهنوا على الحضور برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا ما زالت الأجواء شوي بتركز على الأمور اللي إلها علاقة بالعمل وعلاقاتكم بالمسؤولين لأن القمر ما زال في بيت السمعة فبإمكانكم اليوم تبحثوا عن عمل من الآن ولغاية ساعات الظهر أو اللي بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم بإمكانهم ذلك وبوسعكم وإثبات جذارتكم أمام المسؤولين أهم شيء بدون مغامرات ولا مجازفات أما من ساعات ما بعد الظهر فهنا النشاط بصير ما بينكوا بين الأصدقاء فبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم وممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته الأجواء جيدة وداعمة على مستوى العلاقات واستغلال علاقاتكم ومعارفكم برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا الأجواء ما زالت نشطة على مستوى الاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب وبتنجحوا بأمور السفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم الأجواء جيدة وداعمة ولكن بتكن تنتبهوا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة من ساعات ما بعد الظهر القمر رح يصير في البيت العاشر فهنا بتصير فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم أمام المسؤولين ولكن يعتبر هذا بيت السمعة ما في داعي للمجازفات والمغامرات وتشويه السمعة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا ثقتكم عالية عندكم فرصة لبتيجي لمكسب مالي الوصيلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لألكم بتكون بحاجة للرعاية الاهتمام كله رح يضل على الأموال المشتركة من الآن ولغاية ساعات الظهيرة ولكن من ساعات ما بعد الظهر الأجواء رح تصير إيجابية أكثر فبيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم يعني رح ترتفع المعنويات أكثر وتصير الفرص إيجابية أكثر فأكثر من ساعات ما بعد الظهر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتظلها هاي فترة مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شركاتكم وعلاقاتكم ما بين شركات مالية وشركات عاطفية وبينك وبين الأزواج فبإمكانكم تعزيزها ولكن بتظل طاقتكم ضعيفة حاولوا أنكم ما تنفعلوا وما تعصبوا وتضبطوا عصابكم قدر الإمكان لغاية ساعات الظهيرة أما من ساعات ما بعد الظهر فهنا القمر بنتقل للبيت الثامن فبتصير التركيز على الأموال المشتركة إما بنك ضريبة تأمين تسكير ديون أو اهتمام ببعض الحلول المالية وبرضو بتكون تنتبهوا لأنه صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنه أنت عندكم قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم طبعا القمر مازال موجود في البيت السادس فعشان هيك التنظيم كله رح يكون أو التركيز رح يكون على العمل وعلى الصحة فنحاولوا أنكم تنظموا جدول أعمالكم وغذائكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة من الآن لغاية ساعات الظهيرة أما من ساعات ما بعد الظهر القمر رح يصير مقابلكم تماما في الجوزاء فهنا بتصير فترة مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية ولكن بتكون تحذروا من الإنفعالات لأنه بصير صعب التفاهم معك وبتصير عصبيتك عالية وأي تصرف ممكن يستفزك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا ما زالت الأجواء العاطفية هي المسيطرة على الوضع فعشان هيك من الآن ولغاية ساعات الظهيرة بترغبوا في التقرب من أو التفاهم مع أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني وتقرب من الأبناء أو التفاهم معهم رغم أنه في بعض التمرد أو بعض العصبية في بعض الأحيان فحاولوا أنكم تفرضوا سلطتكم على أحباكم من ساعات ما بعد الظهر بصير التركيز كله على العمل وعالصحة فرغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم ولكن بتكون تنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة وحاولوا أنكم تبعدوا عن أي مشاحنات أو صوت فاهم ما بينكم وبين زملاكم بالعمل برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية من الآن ولغاية ساعات الظهر رح يظل الاهتمام إلى علاقة بالبيت والعائلة ترتيب تصليحات ترميمات ولكن يبعدوا عن المشتريات الغير ضرورية والمصاريف لزيادة وممكن تظهر بعض الأعطال المنزلية أو حدث عائلي أما من ساعات ما بعد الظهر هنا بتصير الأجواء عاطفية والحضوض بترتفع شوي فترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبووسعكم ممارسة نشاط فني وبيطمئن بالكم نسبيا لأنه ممكن تجدوا اليوم حليف يدعم تصوراتكم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا الأجواء جيدة على مستوى الدراسة والسفر والتنقلات والاتصالات من الآن ولغاية ساعات الظهيرة الأجواء جيدة وداعم لإلكم بقوة وعندكم سرعة بديهة عالية جدا ولكن عندكم نوع من أنواع العصبية في نوع من أنواع التعاون أو التعامل رح يكون ما بينكم بين أخ أو جار الأجواء جيدة وداعم لإلكم بقوة ومنكم أشخاص رح يهتموا بمور الهلاقة بالسيارات أو بالإلكترونيات أما من ساعات ما بعد الظهر فهنا القمر بصير في البيت الرابع يعني تركيز على المسكن أو على البيوت منازل العائلة فبوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم إشي أنك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك وحاول أنك ما تنفعل حتى لو شعرت بالإنزعج هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء